إليكم هذا الخبر الذي وصلنا للتوحيس واستقبل مساء اليوم بمطار حسن جموس الدولي الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بادع عباسة وافتار في المستوى برئاسة مستشار رئيس الجمهورية السودان المهندس إبراهيم محمود حامد برفقة عدد من كبار السياسيين والاقتصاديين ورجال العمال وقد حضر هذا الاستقبال عدد من أضاء الحكومة تقرير زميل سعيد أحمد حسن تقرير العلاقات السياسية بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم بجمهورية السودان الشقيق وحزب الحركة الوطنية للإنقاذ الحاكم بجمهورية شاد سجل وفد من حزب المؤتمر الوطني زيارة للبلاد وذلك لمناقشة مواضيع مختلفة مهمة تخص البلدين من جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمضي قدما نحو تطوير تلك العلاقات الأخوية التي تربط الحزبين منذ زمان بعيد وستستغرق هذه الزيارة أربعة أيام على التوالي هذه الزيارة هدف الأساسي لها هي المضي قدما بمشروعات التعاون بين الحزبين الحاكمين في سودان وشاد المضي قدما بمشروعات الاجتماعية والثقافية بين الدولتين ولذلك هذا الوفد كبير لمناقشة هذه الأشياء سواء كان على مستوى الدولة أو مستوى الحزبين أو مستوى القطاع الخاص في الدولتين نحن نسعى في أن تتطور كل العاقات في مجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لذلك بعد كل هذه اللقاءات من الجهات المختلفة سوف يختتم بلقاءة بالسيد الرئيس دريس دبي لأخذ التوجهات النهائية وإيصال الرسالة الشفاهية من أخير رئيس البشير له إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر